حقق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فوزاً كاسحاً في الشوط الثاني من الانتخابات حسب النتائج الأولية فقد أعلن رئيس الحزب سيد محمد المحم فوز حزبه بـ 22 نائباً في كافة الدوائل التي تأجزل حسمها للشوط الثاني من الانتخابات في 12 دائرة داخل البلاد وبهذه النتيجة يكون مجموع المقاعد البرلمانية التي حصدها الحزب الحاكم في الشوطين 89 نائباً من أصل 153 نائباً تم انتخابها بالاقتراع المباشر وهما سيمكنه أيضاً من حصد أربعة مقاعد يمثلون الموريتانيين في الخارج يتم انتخابهم من طرف البرلمان بالأغلبية والتي هي بحوزة الحزب الحاكم ليرتفع عدد نوابه إلى 93 نائباً من أصل 157 نائباً هي مجموع المقاعد في البرلمان الموريتاني وبذلك يكون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد حقق الهدف الذي أعلنه الرئيس محمد العبد العزيز مسوغاً به تدخله لدعم الحزب في هذه الاستحقاقات وهو أن تكون للحزب أغلبية مطلقة تمكنه من تمرير المشاريع القانونية الحكومية دون أن تكون لأي طرف القدرة على إسقاط مشاريع الحكومة بوصف ذلك من منغصات الاستقرار الضروري للنظام السياسي ولضمان السيل المطلد للمؤسسات العمومية ويرى مراقبون أن الرئيس الموريتاني يريد ضمان ولاء البرلمان للغرفة الواحدة حتى لا تتكرر تجربة إسقاط مشاريع الحكومة الحيوية كما حصل في العام 2017 عندما صوت مجلس الشيوخ على إلغاء مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس وحكومته